مرحبا في هذه الحلقة سنتحدث عن أسباب الخفاض الرهيب لأسعار هواتف كوندور كما ترون في العنوان لذلك أحببت أن أشارككم هذه الأسباب ولماذا قامت شركة كوندور بتخفيض أسعار هواتف تخفيضات رهيبة لم تصدر لم تطرق على أي هواتف في العالم بداية بهاتف كوندور LRX اللي كان السعر انتاعه 5.9 ملايين لكان سعر غالي جدا بالنسبة لهواتف حتى العالمية الأخرى مثل سامسونج وأوبو وشاومي والعديد من الهواتف الأخرى أصبح السعر الخاص به هو زوج ملايين وتعمية وتسعين يعني أنه هو السعر الحقيقي اللي كان عليه هاتف كوندور بمعنى أنه كان تضخم ورفع في الأسعار لاستخدام تنزاف جيوب المواطن الجزائري لأنه كما لاحظنا منذ سنة 2015 حتى 2017 كانت الهواتف المسيطرة على السوق الجزائري هي هواتف كوندور لأنهم قاموا بمنع الاستيراد الهواتف لذلك نرى أن هواتف كوندور ضغط على السوق الجزائرية كذلك العديد من تخفيضات الأخرى مست جميع قطاعات أو جميع هواتف كوندور سأضع بداية بالأم طروة والأل طروة والأم دو والطيناف بلوس والطيناف العادية سأضع لكم جميع الأسعار المرتبطة بتخفيضات هذه الهواتف في الشرح في الدسكريبش اللينك الخاص بهذا الفيديو أو في الوصف أسفل هذا الفيديو لتكتشفوها وتشاهد الفرق بين الأسعار الأولى والأسعار الأخيرة بشركة كوندور التي قامت باستنزاف جيوب المواطن الجزائري لذلك نتمنى أن يتم فتح استيراد الهواتف حتى نتحصل على هواتف ذات قمة وبأسعار تنافسية وأسعار موافقة لجيوب أو طاقة القدرة الشرائية للمواطن الجزائري كنتم مع الرائد العربي في شرح أسباب تخفيضات أسعار هواتف كوندور لسنة 2020 أحببت أن أكون من بين الأوائل الذين قاموا بمشاركتكم أسباب انخفاض هواتف كوندور نراكم في مواضع لاحق والسلام عليكم